السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضع يدك اليمنى على قلبك وردد هذا الاسم النوراني ردده 11 مرة وانتظر المفاجأة لن تصدق الرزق الذي سيأتيك ويصب عليك والمال الوفير الذي ستصل به بطريقة عجيبة وسريعة إن شاء الله سترى في بيتك الخيرات والبركات والأفراح والبشارات السرة وتطرد النحس والفكر وكل الموانع ستقضي عليها بأسرار هذا الاسم العظيم وبأسرع في شهر رمضان أحبتي في الله لا تنسوا أن تعطروا التعليقات بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم بنية الفرج والفتح وتحقيق أي حاجة تشغل البال فلا تنسوا أنكم على نيتكم ترزقون إن شاء الله وعلى بركة الله نبدأ فائدة عظيمة ومباركة سرها هو اسم من أسماء الله الحسنة كل مرة ضده بهذه الطريقة وبهذا العدد في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان إلا ورأى رسقا يسيرا وفيرا صب عليه وفاض عليه ودخل بيته ورأى فتحا عظيما مبينا في حياته سيفاجئك رسق لم تتوقعه أبدا يأتيك وأنت في بيتك إن شاء الله سيكون هذا الاسم المبارك العظيم فاتحة خير عليك في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان وترى الرسق يأتيك وتقضى كل حوائجك وتتيسر كل أمورك فإذا كنت تعاني من الفقر إن شاء الله بأسرار هذا الاسم النوراني ستطرد الفقر والنحس من بيتك وتجلب لك الحظ الأعظم والخير والبشارات والأموال الكثيرة تأتيك بطريقة لم تكن في حزبانك أبدا وهذا الاسم أحبتي في الله هو اسم الله الودود اسم الله الودود الودود من أسماء الله الحسنة الذي فيه أسرار لا حد ولا حصر لها وتجليات عظيمة جدا ورهيبة في فتح كل الأبواب المغلقة وتيسير كل الأمور الصعبة والمستعصية وقضاء كل الحوائج من أسماء الله الحسنة الذي كل مرة ضده بهذا العدد وبهذه الطريقة النورانية المجربة بيقين وبإخلاص في شهر رمضان ونية خالصة إلا وراء الخير يأتيه وهو في مكانه وراء الرزق يسب عليه صبا صبا كالمطر بدون كد ولا تعب ولا شكاء إن شاء الله سيغير اسم الله الودود سيغير مجرى حياتك وسيغير كل أحوالك وترى بإذن الرحمن الحظ الأعظم في حياتك يرافقك أينما ذهبت وارتحلت يأتيك رزق يسير يرزقك الله بغير حساب ويرزقك الله بغير حساب إن شاء الله كذلك اسم الله الودود قوي جدا للمحبة والكبول وكذلك للجمال بإذن الله سيكون عندك جمال مضاعف كل من رأاك إلا وراء وجهك يعني فيه نور سبحان الله يكون وجهك القمر المنير كل من أراك أحبك وأراد أن يتحدث معك واطمأن لك وارتاح لك ستقدم مصالحك بأسرار اسم الله الودود فهو اسم قوي جدا لزيادة المحبة بين المتزوجين وكوي جدا لجلب الخطاب للعاذبات وبالنسبة للشباب لكل من أراد الزواج من زوجة صالحة اسم الله الودود بإذن الرحمن سيفتح لك نصيبك للزواج والحصول على وظيفة وكضاء مصلحة إن شاء الله اسم الله الودود بطاقته النورانية الربانية سترى أمورك تتيسر وحوائجك تقضى وأمنياتك تتحقق بإذن الرحمن أما بالنسبة للطريقة وتطبيق الطريقة أحبتي في الله اسم الله الودود في هذه الفائدة هو أن تكون على طهارة وعلى ودوء دائما أحبابي في الله الطهارة والودوء الشرطان أساسيا لنجاح أي فائدة وتستقبل الكبلة الشريفة على فكرة ممكن القيام بهذه الفائدة في أي ساعة وفي أي يوم في أي ساعة وفي أي يوم تشاء تستقبل القبلة الشريفة وتردد البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم تردد بسم الله الرحمن الرحيم 21 مرة بعد ذلك تقرأ سورة الفاتحة تقرأها ثلاث مرات متتالية بنية الفتح والتيسير والشفاء بعدها تضع يدك اليمنى على قلبك هكذا وتستشعر قوة وعظمة ونورانيات اسم الله الودود تضع يدك اليمنى على قلبك وتغمد عينيك تغمد عينيك لكي يعني تزيد زبزباتك الروحانية ويكون عندك خشوع وتردد اسم الله تعالى الودود بصيغة يا ودود يا ودود يا ودود هكذا 11 مرة ردده بتأني وببطء وبتضرع ردده أنت في خشوع عالي بعدها ترفع أكفة دراعة لله سبحانه وتعالى واطلب من الله ما تشاء واطلب من الله ما تشاء اطلب من الله ما تشاء فأنت بين يدي الرحمن أنت بين يدي القادر الذي يحقق المعجزات والمستحيلات رب الكون الذي يقول للشيء كن فيكون لا تخجل في دعائك أبدا واعلح في الدعاء للخالق بكل أمنياتك واشكو همك لله سبحانه وتعالى في دعائك والله لن يردك خائبا أبدا ما دام يقينك به كبير جدا ومتفائل خيرا ومستبشر خيرا ومتفائل خيرا ومستبشر خيرا فإن شاء الله سترى الخير فإن شاء الله سترى الخير يدخل بيتك ويفيد عليك ويدوم عليك والله سر النجاح أي فائدة والسر قبول أي دعوة هو نيتك هو نيتك وخشوعك افتتح دعائك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختمه كذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل اللهم إني أسألك بأسرار اسمك الودود اللهم إني أسألك بأسرار اسمك الودود في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الفضيل أن ترزقني واذكر كل ما تتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك إياه أتل في دعائك وبإذن الرحمن لن تقوم من مقامك إلا ورأيت كل حوائجك قد قضيت لن تقوم من مقامك إلا ورأيت كل حوائجك قد قضيت وأمورك قد تيسرت وأمنياتك قد تحققت المعجزات الإلهية إن شاء الله ستراها في كل أمور حياتك بإذن الرحمن سترى تجليات وكرامات هذه الفائدة الربانية الكرآنية في الأيام المقبلة إن شاء الله فقط احسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى وسترون الخير يدخل بيوتكم والرزق يفيد عليكم والمال الوفير يأتيكم بطريقة لم تكن في حزبانك أبدا أحبتي في الله طبقوا هذه الفائدة فيها هذا اليوم المبارك من هذا الشهر الفضيل ولا بأس من القيام بها كما قلت في أي ساعة وفي أي يوم انشئت ولكن يعني أفضل الأوقات هم أوقات الإجابة أو الاستجابة يعني في الثلثة الأخير من الليل وقت الفجر ممكن القيام بها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يعني بعد العصر وقبل المغرب يعني في هذا الوقت تكون فيه كل الأعمال مستجابة وكذلك كل الدعوات تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى ولكن ممكن القيام بها زي الفائدة في أي وقت آخر يناسبك فالنية كما قلت نيتك ويقينك في الله يعني من أسرار النجاح أي فائدة معك عفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضمتم في خير